مرحبا احبتي خلي نستكمل الكورس مع ال PLC وصلنا الى هذا البيج من الكورس فخلي نشرح شوية هنا تفاصيل اكثر دقيقة تكون اذا لاحظ هنا مكتوب 102 هنا CMCP اللي هو communication هذا اللي هو communication module اختصاره CM وهنا عندي الCP ايضا هو communication module طبعا هنا كاتب لهذا نوع الموديول هو عبارة عن point to point ما هو point to point يعني انا دا اكنك هذا ال PLC مع PLC اخر في استخدام بروتوكول RS-232 او RS-485 او من الممكن استخدام البروفا باس او ASI او GPIRS طبعا اذا انت كنت مثل منقول حديث على موضوع ال PLC شوية راح اتواجه صعبة وممكن انه ما تفهم هذان المصطلحات لكن بمور الوقت ان شاء الله كل شي راح يتوضح عندك انا عندي هذا ال PLC اللي هو رقم واحد اللي هو optical signal communication or party board هذي القطعة القطعة اذا نكبر هنا اكو هنا فت نشوف انه مستطيل ممكن انه هذا ينفتح وتخلي بمكانه فت او تخلي عليه على مود تحافظ على البرنامج اللي بداخل المدة اطول ممكن توصل الى سنة حسب طبعا هنا هذاني الممكن اضيفهن الى بمكان هذي القطعة الموجودة اللي هو ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت او ديجيتال انبوت اوتبوت و بوينت تو بوينت ار اسرف عمية خمسة وثمانين باتري باكب اوف ريال تايم كلوك وعدنا هنا سيجنال موديول اللي هنه ممكن يكون اه طبعا السيجنال موديول او ديجيتال انبوت او ديجيتال اوتبوت او ممكن يكون اهنا مشترك عبارة عن ديجيتال انبوت وديجيتال اوتبوت وانالوك انبوت وانالوك اوتبوت وممكن يكون مشترك عبارة عن الانالوك انبوت وانالوك اوتبوت هذاني اهم الخصاص في هذي البي ال سي طبعا هذا البي ال سي موديول السفن الف ومتين الموديول المال. فهنا اذا نجي على كل مهمة هسه نبدأ نركز وناقض تفاصيل. طبعا ايش كاي اللي. يعني انت بال الف وماتين ما من الممكن انه تخلي في الجهة اليمين من عنده فقط انه تربطه من جهة اليسار الى البي الس. طبعا نمبر دي بيند اوف سي بيو. طبعا السفين الف وماتين هو بعدة اصدارات وعدة من الفيرجينات فكل فيرشين يتقبل عدد معين من هذاني الموديول سواء كومنيكيشن او سيجنال موديول. فالسيجنال موديول هناش قايل اللي رايت اوف بي الس يعني فقط من الجهة اليمين. ما يصير انه تخليه بالجهة اليسار. فهذا اني هسا اعتقد اه اسهل ما ممكن اخذنا. اهنا سيجنال موديول اللي هو الديجيتال انبوت يعني هذانه نواحة. او 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 ميكسد. الميكسد اللي هو المشترك. طبعا الموديول يقول لك عبارة عن اما يتقبل عربة و عشرين فولت سواء كان انبوت او 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 رلي. او رلي هو متعرف على عالم السيطرة. ادنى الانالوك انبوت واو او او ميكسد موديول. طبعا الديجيتال عفو الانالوك هو بعدة استخدامات مثلا الالفولتج عبارة عن اشارة صناعية من صفر الى عشرة. والكارنت ايضا اشارة صناعية اه 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 فورتي الى عشرين ميلي امبير. الاربعة الى عشرين ميلي امبير. والرزن ستنت عبارة عن مقامه. والثيرمو كابل ايضا عبارة عن مقامه. طبعا هذا خاص بالحساس والدرجة الحرارة. اهنا نجي على الكمونيكيشن موديول اللي هو السي ام الاختصارة او سي بي. اللي هو اه كومونيكيشن اه اه بروسسر. طبعا هو نفسيته لكن مسمينا في حدة التسميات بيهم. ادنى الموديول زمالته بموديولز بوينت تو بوينت يعني انه لمن تريد تربط ويبيه ال سي اخر او او اتش ام اي. ممكن تستخدم بوينت تو بوينت واستخدام ار اس ماتين واثنين وثلاثين او او ار اس اربعمائة وخمسة وثمانية. طبعا هذا احد انواع اه الشبكات. ربط الشبكات اللي هذا اشارنا عليه. وعدنا البروفا باص. اه طبعا هذا ايضا احد انواع الشبكات. وعدنا اي اس اي ماستر. وعدنا التيلو اه كونترول. اللي هو هذا الجي بي ار اس فنكشناليتي. طبعا هذا يعني حقيقة ما اطلع علي ايان جيدا. اه فخلي نجي الى اكس بين. اه اك. خلي هذي نشوف اكس بين شين بورت. الاكس بين شين بورت اللي هو اه هذي القطعة المستطيلة. اللي هذني شرحنا عليها في الصورة السابقة. وقلنا ممكن انه شنو نستخدم في هاي القطعة اللي هذني التفاصيل مالتها. فخليه ننزل. هسه رح نجي الى الانستوليشن اند. مونتينج بوزيشن. المونتينج بوزيشن. العف. طبعا هسه رح ندخل بتفاصيل مال اه الهاردواء. طبعا الستاندارد. مونتينج. اه ريال. يعني هذي السكة. احنا نسميها بالعامية. والالترنتيف. اه. هذي اللي ممكن انشوفها. هذا يقلك ممكن انه ات. اه يعني. اه تربطه بالشكل الطولي. يعني. مثل ما هذا موضح. يعني. اه. اه. هو واقف. ويمكن انه تربط. الآن وهو نايم. لكن. هذان الانستاندارد. اه. طبعا رح الصير اختلاف. في بعض التفاصيل. هنا يعني. اشجالي البرتكل. هذا انه البرتكل يلي وللي هو هذة. وعندي الهورزانت تل. هذا هو الهورزانت. عندي الباص كونكتر. اذا لحظة هذه بالصفاء عندي بالailed C اكو. طبعا هذا بورت. اه. افتح. الغطاء مالته و اربط الموديول مالتي و اعدي هنا هذا الاكسبانشين كايبول اللي هو يعني هذا اذا ممكن انه انت تريد تستخدمه فيه طبعا حسب التطبيق مالتك انت رح تستخدمه اندي الانستلايشين اللي هو ها مثل ما عرفنا انه ممكن تسويه بشكل هورزنتل او اللي هذا الصور اما للفيرتكال وهذا الصور اما للهورزنتل فهنا اذا نجي هنا اكسبانشين كايبول اللي شنو ممكن استخدمه اللي thing used for each CPU system اذا between the CPU and SM or between two SMs اللي هو signal modules ممكن تستخدمه بين the CPU او signal modules لدينا هنا الباست اللي هنه ذني المثل ما شفناه هاي القطعة الصغيرة اللي تربط بين الموديلز اي شي انه عندي بعاد عندي ماونتنج بوزيشن طبعا هنا منطيني تحذير هوريزنتل او مونتنج اس بوزيبول هنا منطيني التحذير شفين يقول ايقول وث افيرتكال ماونتنج ذا ماكسيمم اللاوت اه ام 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 بيدي ام بتيوت او ام 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 بيد اه يعني حقيقة ما ما قاري هالكلمة التمبرتشار يعني از التين برسنت اللي هو يقلك ما يصير يعني تقل درجة الحرارة عن العشرة درجات في حال الفيرتكال اللي هو هذا اذا انه ات اه ركبت البي ال سي بهذا الطريقة ما يصير انه تكون عندك درجة الحرارة في الغرفة او البورد اللي منصب به اقل من عشر درجات دان يبدي ممكن انه ما ينطيق قراءات دقيقة خلينا شوفوا الوقت اه بعد ممكن انه نناقض هذا الصفحة ونوقف عدنا السيماتيك اس 7 سيجنال كومونيكيشن او باتن بورد هنا رح يوضح اكثر طبعا هنا دي شوفك هاي القطعة شون ممكن تفتحها بدا نفيس اللي رح لما اطلحها ممكن انه تركب القطعة اللي ات تفيدك اللي هنا هاي مثلا هنا هذا ما الكمونيكيشن هنا هذا البورد اه 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 انا هذي هو ممكن انه نطلع عليها digital signal port only input only output يعني ما من الممكن انه تجيب هذا البورد عبارة عن digital input و digital output يعني هنا ما عندك ميكسيت يعني فقط لو انبوت لو اوتور او من الممكن انه عندك يجيب وورد اه اه انبوت او اوتبوت هنا بالdigital والانالوك ما كوميكسيت اهنا نشوف اكو ميكسيت مختلط ممكن اتجيب بورد لكن هنا ما عندنا الكمونيكيشن بورد هو rs485 interface only يعني هذا اللي يتقبل هنا فقط rs485 غير هذا ما تقدر تخلي وعدنا الباتري بورد عدنا عدة انواع وهو مثل ما قلنا انه ممكن يوصل امره الى احفظ البرنامج الى سنة كاملة واهنا يقول without باتري بورد البرنامج راح ينحفظ عشرين يوم يعني انت لما انت فعب برنامج على ال psc وكان مطفي راح البرنامج ينحفظ عشرين يوم ومنمم اثناعش يوم اد اربعين سيليزي بدرجة حرارة اربعين سيليزي خلي نوقف لهنا ونلتقي بحلقة قادمة اشتركوا في القناة